بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر الصادق يا مظهر الحقائق يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر يا ابن محمد الصادق وعلى آلك الطاهرين نعزي سيد الخلق وعطرته الهادية بذكرى شهادة إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يكرمنا بمعرفته أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتوجه بهذه الكلمات مشاركة في هذا المؤتمر النافع والمفيد الذي ينعقد بمناسبة شهادة الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق بحر من الفضائل والمناقب ولا يمكن لإنسان مهما أوتي من بلاغة البيان وسعة الإطلاع أن يتحدث عن كل جهاته فلنقتصر على بعض أموره وقضاياه صلوات الله عليه أول ما يطالعنا في ولادة الإمام سلام الله عليه التي كانت في سنة ثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين للهجرة على المشهور أو سنة ثمانين للهجرة على القول الآخر واستمرت هذه الحياة المباركة إلى سنة مئة وثمانية وأربعين للهجرة وبناء على ذلك يكون عمره الشريف بناء على الرواية الأولى خمساً وستين سنة وعلى الأخرى ثمانية وستين أول ما يلفت النظر ما نقل من مصادر مدرسة الخلفاء منسوباً إلى الإمام الصادق عليه السلام القول أنه ولدني أبو باكر مرتين وهذا في هذه الفترة بل قبلها من الكلمات التي تم ترويجها ونشرها بشكل واسع من قبل أتباع مدرسة الخلفاء وأجهزتهم الإعلامية وبالطبع ليس المقصود منه هنا الثناء على الإمام الصادق عليه السلام وإنما المقصود منه هو تنزيه الخليفة وإذا عرف سبب هذا النشر بطل العجب وقد ذكر العلماء تفصيلاً عن هذا الأمر نشير إلى إجماله أولاً أن هذه الكلمة لم تثبت في مصادرنا الإمامية وإنما كما يظهر أول من نقلها في مصادر الإمامية كان أبو الفتح الإربلي في كتابه كشف الغمة في حياة الأئمة وأبو الفتح الإربلي متوفى قبل سنة سبعمائة للهجرة بست سنوات أو بسبع سنوات على الاختلاف في سنة وفاته يعني هذا الكلام لم ينقل في المجاميع الحديثية الكبرى ولا غيرها الكتب الأربعة لم يذكر فيها بل بعدها أيضاً لم يكن له أثر في هذه الكتب إلى أيام أبو الفتح الإربلي وهو يعد من المتأخرين يعني من المعاصرين للعلام الحل رضوان الله تعالى عليه وقد ذكره من غير إسناد ولذلك يحتمل علماؤنا بأن هذا من تسريب المدرسة الأخرى لأنه في فترة من الفترات حصل مقدار من التمازج والتزاوج والانفتاح بين المدرستين وبالذات في زمان العلام الحل رضوان الله تعالى عليه بعد زمان الشيخ الطوسي اللي كان مرحلة مبكرة من الانبساط بين المدرستين على أثر كتابة الفقه المقارن والفقه الخلافي فكان لابد أن يتم الاطلاع على كتب المدرسة الأخرى وملاحظتها والنقاش فيها وهذا له بحث طويل هذا من حيث المصدر ماله من حيث المعنى فإننا لا نعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام بعد ولادته لرسول الله وهو سيد الخلق كجد له وبعد ولادته لأمير المؤمنين كجد له أيضا لم يبقى هناك مجال للإفتخار بأحد بعد هذين فماذا يعني أن يأتي الإمام ويقول هذا الكلام وبالتالي إما أن يشكك الإنسان في أصل صدوره ما دام لم يعثر على مثل هذا الحديث وهو مما تشتد الحاجة إلى بيانه في المصادر الإمامية التي تتبعت كلمات وحاديث الإمام الصادق عليه السلام ونقلت آلافا منها فلم تذكر مثل هذا مع شدة الحاجة إلى ذكره أو أن إذا فرضنا صدوره يكون من باب التقية وما شابه ذلك وكان الإمام الصادق في زمان يفترض فيه مثل هذا الأمر هذا أمر ثاني أمر ثالث لو فرضنا أيضا صدور هذا الكلام فإن هذا لا ينفأ كثيرا أتباع المدرسة الأخرى في إضفاء المشروعية على الخلافة أو مدح وتقديس الخليفة لأن كون شخص حفيدا لشخص آخر مجرد هذا لا يعني أن ذلك الجد هو في أعلى الدرجات ولا العكس أيضا قضية النسب لا سيما على مسلك تلك المدرسة لا تؤثر تأثيرا كبيرا فهم يرون مثلا أن عبد المطلب وهذا في رأينا خطأ أن عبد المطلب لم يكن موحدا وأن عبد الله ابن عبد المطلب لم يكن موحدا وأنه في النار نعوذ بالله كما روو ذلك في كتبهم وأن أبا طالب كذلك فكون شخص حفيده فلان كذا وكذا لا ينفعه حتى لو كان نبيا بناء على مسلكهم نبي نبي الإسلام سيد الخلائق ولكن أنتم تقولون أن جده وأجداده في النار بل أباه بل أن أباه في النار كما تقولون وعمه في النار فما الذي ينتفع به من على مسلككم ما الذي ينتفع به من كون حفيده أو ابنه نبيا لا ينفعه شيء ولا العكس أيضا كأن يكون هو نبي ولكن ابنه يكون خاطئا أو كافرا فتنزيه الخلافة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها بمثل هذا الكلام مع فرض أنه غير صادر أولا وعلى فرض صدوره هو تقية وعلى فرض عدم كونه تقية فهو لا ينفع على مسلككم أضف إلى ذلك أن قضايا العقائد وصحتها قضايا العقائد وصحة هذه العقائد لا ترتبط بأن فلانا هو نسيب فلان وصهر فلان وأخ فلان وابن عم فلان وإنما ترتبط بأدلتها وبراهينها على أي حال هذا يذكر كثيرا ولأنه ينفخ فيه كثيرا أشرنا إليه نقطة أخرى نلاحظها أن فترة إمامة الإمام الصادق عليه السلام هي من أطول فترات الإمامة في حياة أئمة الهدى عليه السلام فإن أطولها فترة كما يظهر هي فترة إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حيث استمرت خمسا وثلاثين سنة وبعدها مباشرة تأتي فترة إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث أنها على المشهور بدأت وعمره أربع وثلاثين سنة واستمرت إلى سنة مية وثمانية وأربعين هجرية فهي بحدود أربع وثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة على الاختلاف الذي ذكرناه في قضية سنة ولادته لكنها كمدة زمنية تعتبر من أطول الفترات بعد فترة إمامة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الفترة الطويلة بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي كانت تحيط بالأمة حيث أن زمان شباب الإمام عليه السلام ترافق مع نهايات الدولة الأموية وضعفها وبدايات الدولة العباسية وعدم تمكنها إلا في أيام المنصور العباسي الدوانيقي الذي هو من أجل أن يتمكن أكثر قضى على الإمام صلوات الله وسلامه عليه في سنة 148 هجرية عندما دس إليه السوم هذه الفترة حيث أنها كانت طويلة أولا وثانيا شهدت هذا الظرف السياسية وثالثا كانت استقبال الأمة للعلم والمعرفة استقبالا متميزا باعتبار أن التحديات الثقافية كانت تحديات متقدمة ما سمي بالفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بواسطة الفتح وتقدم في الأراضي فرض تحديات ثقافية عندما دخلت أقوام وأمم وثقافات ومبادئ من مختلف الأماكن وحيث أن الأمويين في ذلك الوقت لم يكن اهتمامهم بالنشر الفكري والعلمي الديني لا اهتمامهم ولا قدرتهم يعني لم يكونوا قادرين ولم يكونوا أيضا مهتمين فكان من الممكن أن يكون دخول هذه الأقوام بثقافاتها لا سيما وقد حصل في زمانهم أيضا قضية الترجمة بدءا من زمان الأمويين الأول خالد ابن يزيد ابن معاوية اللي كان في هذا التوجه الكبير بالإضافة إلى من جاء بعده فكان هناك تحدي خطير في هذا الجانب كل هذه جعلت الفرصة مناسبة والحاجة ملحة لأن يقوم الإمام الصادق عليه السلام بنشر العلم والمعرفة فانتشر عنه علم كثير جدا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن آبائه في مختلف مناح العلم حتى تلك التي لم تكن متعارفة عند العلماء العلماء الدينيون كانوا يهتمون مثلا بتفسير القرآن بالفقه بعلم الكلام وما أشبه ذلك لكن الإمام الصادق عليه السلام فتح آفاقا أوسع من هذه الآفاق ولم يتغير الحال بالنسبة له بين أن يكون في المدينة المنورة كما كان في أكثر أوقاته صلوات الله عليه أو كان في سنتين متتاليتين وفي فترات أخرى متقطعة في زمان أبي العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وزمان المنصور العباسي حيث أن الإمام عليه السلام استدعي من المدينة المنورة إلى الحيرة قبل أن تتخذ بغداد عاصمة نهائية استدعي إلى الحيرة إلى جانب الكوفة لكي يبقى تحت الرقابة من جهة رقابة العباسيين وكان أبو العباس السفاح في حينها هناك وفي بعض الفترات الأخر أيضا كان المنصور العباسي حتى في هذه الفترات كان الإمام عليه السلام يستفيد من بقائه ومن وجوده في نشر العلم ولذلك يقول العلماء انتشر علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة وأطرافها في هذه الفترة وأخذ عنه علماء أهل الكوفة في هذه الفترات الأمر الذي يشير إليه الحسن بن علي الوشاء عندما يقول أدركت في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلام هو عليه هذه هؤلاء الرواة القسم الأكبر منهم سمعوا الحديث من الإمام عليه السلام في فترة تواجده في الكوفة والحيرة وفي هذه الفترة أيضا الإمام الصادق زار مرارا قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام وجده الإمام الحسين عليه السلام كما يشير إلى ذلك الكثير من الروايات التي أوردها السيد بن طاووس في كتابه فرحة الغري فكان أيضا من فوائد بقاء الإمام عليه السلام والتي أرادوها لخلاف ذلك يعني العباسيون أرادوا من جلب الإمام من المدينة إلى الحيرة والكوفة أرادوا فصله عن الناس وتجميد نشاطه بحسب التعبير وإبعاده عن قواعده فإذا به يحول ذلك إلى منافع جديدة منها كما ذكرنا قضية الزيارات وتعيين القبور قبري الإمامين عليهما السلام بل ما هو أوسع من ذلك حتى مقامات مسيرة السبايا كموقع رأس الحسين عليه السلام في الحنانة أطراف النجف الأشرف كل هذه إنما كانت من ثمار فترة بقاء الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة والحيرة وأيضا شهدت تدريس مئات من الرواة والتلامذة الذين حملوا علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة ثم بثوه لأن مدرسة الكوفة بعد هذه الفترة انتشرت إلى بغداد ثم انتشرت إلى قم وبالتالي كانت الكوفة ووجود الإمام الصادق عليه السلام فيها تلك الفترة ولو كانت قصيرة كانت بوابة الانتشار الحديثي إلى المدارس الأساسية في العالم الإسلامي مدرسة بغداد ومدرسة قم الشيعيتين بطبيعة الحال هذا لم يكن ليروق للعباسيين أن يبقى الإمام منارة علم وإشعاع فكر ويستقطب قلوب الناس وعقول العلماء إليه فكان أن أقدم اللعين المنصور العباسي ومنصور العباسي شخصية عجيبة يحتاج إلى تأمل في صفاته السيئة كان أن أقدم هذا الرجل على دس السم للإمام الصادق عليه السلام عن طريق واليه على المدينة فتجرع إمامنا سلام الله عليه السم وقضية السم عند العباسيين أصبحت طريقة لتصفية الخصوم حتى فيما بينهم فأنت ترى الكلام الموجود أن اختفاء أبي العباس السفاح لم يكن طبيعيا وهو أصغر من المنصور العباسي أصغر من أخيه لكن هذا أي أبا العباس كان ابن عربية وهذا ابن أمة غير عربية فأخر لأجل ذلك بعض الباحثين التاريخيين لا يرى أن اختفاء أبي العباس السفاح وكان شابا لا يزال وأصغر سنا من المنصور العباسي كيف أنه أخفي من الخلافة ومات بعد ست سنوات أو نحوها يقولون أن هذا لم يكن اختفاء طبيعيا والمنصور كان مشهورا بالغادر حتى بمناصريه وأقرب المقربين إليه ومن بنوا عرشه كبمسلم الخراساني وبعض بني عمومته أيضا ولهذا بحث طويل بل حتى فيما بين الخلفاء أنفسهم موسى الهادي حاول أن يغتال أمه وهي أيضا ردت عليه بالمثل بالتعاون مع أخيه وابنها الأثير عندها وهو هارون فكان أن صفي موسى الهادي العباسي بالسوم فهذه الطريقة كانت طريقة متداولة فيما بينهم قضية الإجرام والاغتيال والقتل كان أمرا سهلا ويسيرا عندهم فدس إلى الإمام سلام الله عليه عن طريق والي المنصور في المدينة ثم لما تجرعه الإمام سلام الله عليه أوهى قواه وفتك بأحشائه وانتقل إلى لقاء ربه راضيا مرضيا لكن لكي يقول للناس أن الذي يبقى هو ما كان ومن كان مرتبطا بالله عز وجل ها نحن اليوم نعيش على ما لسنا نحن بل كل المسلمين المنصفين يعيشون على مائدة هذا الإمام العلمية والفكرية والفقهية ولا تزال علومه وأقواله ورواياته محور الدروس منذ شهادته صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا تتدارس كما يتدارس القرآن وكما تتدارس أحاديث رسول الله وهي فرع عن حديث رسول الله وشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق القائل عندما قال أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة هذا الإمام العظيم وأن يحشرنا معه ومع آبائه وأبنائه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر